أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة رجعين نتعلم لسدد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجاً في محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة فعالية خاصة لتوزيع الاحتياجات المدرسية للطلاب بمركز ومدينة القصصين بالإسماعيلية وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أنه يتم عمل بحث استقصائي بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم في أكثر من عشرين محافظة مشيرة إلى أنها تمكنت من توفير أكثر من خمسة وخمسين ألف خدمة تعليمية مجانية نحن نهاردة داخل كرة مركز الأساسين نقدم ضمن ألف خدمة تعليمية تقدم حياة كريمة لأبنائنا الطلبة داخل جمهورية مصر العربية نهاردة الفرحة والسعادة اللي كان موجودة على وش أبنائنا تساوي كتير والكتير نحن لازلنا وإن شاء الله نقدم خدمات أكتر وأكتر لأبنائنا الطلبة لأن حياة كريمة هو هدفها إيد بتبني وإيد بتعلم وإيد بتبني وإيد بتساعد نحن كل هدفنا أن نحن إيد بإيد مع المواطن المصري نهاردة نحن شايفين جامعة كبير جدا من الطلبة والتلاميذ في دارة للصين التعليمية جايين فعلا فرحانين مبسوطين هياخدوا أدواتهم المدرسية وحياخدوا كتب وحياخدوا شنط ده كويس جدا مرضو دي بتشجع التعليم وبتشجع الطالب وبتشجع أولئة الأمور نفسهم أن فيه ناس حاسة بيهم وبرضو بتخلي الناس ديها شعور طيب وشعور يجايب نحت الدولة بتاعتها نهاردة نحن جايبين أولادنا بنساعد في العملية التعليمية وفي مساعدتهم سواء في الأدوات الدراسية أو المكتبية اللي يحتاجوها في التعليم ومجمعين كافة المدارس اللي موجودة عندنا وأصحاب الاحتياجات الخاصة في هذه المدرسة إن شاء الله